صباحاً تحمل يداه السلاح كونه عسكري وذاتها عند المساء تحمل القلم ذلك هو حسام الذي حول جزءاً من منزله معهداً تعليمي لفئة متلازمة داون في ناحية النهروان شرقي العاصمة يفتح ذراعيه قبل بيته لاحتضانهم وتعليمهم بالمجان وكأنه أب لهم سامو عبدالحسيان عباس منتزل بزارة الداخلية عندي ابن رضا من المتلازمة داون فكل شيء بعيد علينا يعني المعاهد المراكز تاهيه بعيدة عن منطقة النهروان فبادرت سويت صف بيتي اللي واخدت الاستقبال هذي وسويتها صف ورحلات جبت لهم صبورة مجاني طبعاً لأطفال الجميعاً 24 طالباً من بينهم 12 يتيماً يواضب حسام على تعليمهم وماد العون لهم بإمكانيات متواضعة فكرة تحولت إلى معهد منذ خمس سنوات والمعهد يروم تطويره إلى مشروع لتأهيل هذه الفئة رغم صعوبة التعامل معها مبادرة تطوعية تنبض إنسانية أراد حسام من خلالها تقديم جزء بسيط كما يقول من الرعاية والدعم لهذه الفئة في منطقته التي لم تلقى يداً تعينها فتشبثت بيد الرحمة من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير